أكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الدور الثاني لإتمام شهادات الثانوية العامة اليوم مرت دون معوقات وأكدت غرفة عمليات الوزارة أنه تم رصد أربع حالات غش إلكترونية حيث تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب وكان طلاب الثانوية العامة قد أدوا امتحانات الدور الثاني لإتمام شهادات الثانوية العامة حيث أدى الطلاب خلال الفترة الأولى الامتحان للشعب العلمي العلوم والرياضة في مادة الفيزياء بينما أدى طلاب الثانوية العامة للشعبة الأدبية امتحان الدور الثاني في مادة التاريخ كما أدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى